طيب احنا معنا كمان تقرير للصحافة المصرية كانت علاقة قليل الصحافيين المصريين او بالصحافة الرياضية بمعنى اصلا كان معظمهم اصدقاء لي بس يعني انا في حاجة ان انا لما بيكون حد صاحب منصب مثلا او حيبقى صاحب منصب او حيقض على كورسي وانا صاحبه بحاول ان انا اقلل من تعاملتي معا ليه اخاف ان تتخذ علي ان انا عايز منه مصلحة او عايز منه حاجة المصرح دي خليها هنتكلم عليها وقت تاني هو حمد ذكر وقالك ان انت صوتك حلو وبنتحب اغاني محمد فوزي انت جاهز معنا في الحتة دي ولا خليها لاخر لا خليها لاخر بقى خليها لاخر بيش لبنا اتنين ينسون ولا حك طيب هنشوف معنا الاستاذ محمود صبري صحفي الجميل اللي هو حبيبي مدير تحرير الاهرام وراجل معنا بقاله سنين وراجل زو خلق حميد طبعا هنشوف هيقول ايه على ايمن شاوي ونرجع نتكلم بقى في موضوعنا التاني طبعا ايمن شاوي رحلة مقتصرة في 11 سنة في التقلق مع النادي الاهلي وكانت بداية مفاجأة لجماهير نادالي واستحق وقتها لقب القرناص يعني لما انتقل من نادي الكروه من النادي الاهز 83-84 كان حصل على هدف الدور كاصغر هدف وقتها كان 21 سنة وخامس شهور بعد كده انتقل لـ 85 لكن صدفته حاجة غريبة لما راح نادال وانا عاوز هو يتكلم عنها في 85 لما حصل قرار بتاع كابتر حاسل حمدي اللي هو الاعتماد على المناشئين في مواجهة الزمالك في بطولة كاس مصر بعد قرار اللاعب الكبار لما اتمرانه خارج النادي وايمن شاوي من الحاجات عاوز اقوله موقف والده كان موقف رافض لما اقدم عليها ايمن شاوي انه هو انضم للمجموعة اللاعب الكبار اللي هم اخروا ورغم انه كان لسه منتقل الى النادي الاهلي مفيش سنة عايز اقول ايمن شاوي بامانة شديدة من المهاجمين اللي تركوا بصمة في النادي الاهلي ووصل الاهلي في فترة من فتراته وكان بيبع عنده خمس لعب المهاجمين من حسام حسان وايمن شاوي ومحمد رمضان ومنضم كمان ليهم فيلكس كان لعيب مؤثر وعمل مع النادي الاهلي تسعتاشر بطولة عمل مع النادي الاهلي سبعة وخمسين هدف عاوز اقول عاوز اسأله يا ري تكلمني تفاصيل موقف والده ايه في خمسة وتمانين كانوا الرد فعل ايه انتقالوا النادي الزمالك بعد المشوار كبير مع النادي الاهلي 11 سنة هو كان ليه تصريحات مهمة جدا كان شايف ازاي القرار ده بامانة شديدة وكان صدمة بالنسبة للناس كتير لانه جزئة الانتقال من الاهلي الى الزمالك او العكس في الاهلي فيه ناس ممكن بتحب اللاعب فبتروح بتنتقل معاه لمن فريق اللي هو برضو بلعبه فيه ناس تانية لا ارتباطها بالكيان وبالنادي بيبقى الوضع مختلف ودي بتبقى في جزئية مهمة جدا في جماهير النادي الاهلي انه الارتباط بالمكان نفسه دي واضحة يعني انت معك للاهلي شيء واناك انت تنتقل لمكان تاني اخر ربما تنتقل بقطع العلاقات وعزين الحدودة ممكن نحكي فيها حكايات كتيرة جدا من بعد ايمشاوي وحسام حسن وكتير جدا وجمعنا عبد الحميد ومواقف ده فطبعا ايمن رغم يعني 11 سنة في الكورة مش عمر كبير اوي لكن ما خدش رقب القناص من فراغ خدوا بالخفة وخفة الفراشة وفضاء اللوك ومباراة شهيرة جدا مباراة كاس مصر مع نادي الزمالك 2 واحد الهدف لابد ان اكيد حتى هذه اللحظة جمهور الاهلي بحب يتفرج عليهم مع كابتن حسن السيد من تسديد طهر ابو زيدي عايز اقول انه اتكلمنا عن كوليس الهدف ده هل هو كان متوقعه بالصورة دي؟ كنت متوقعها؟ قلناها بكبه سيدتي كنت متوقعها؟ اه اه كنت متوقعها بس اعايز اشكر طبعا اخي العزيز محمود صبري وهو يعني قال كلام حلو قوي قوي علي طبعا كتير ويمكن تطرقنا لبعض الاسئلة اللي هو قالها نعم انما حتت الموقف والدي في 85 كان مؤطعة كان مؤطعة اه كان مؤطعة لانهم كانش راضي عن الموقف اللي انا خدته خالص خالص وكلمني وهم كلموه في النادي لانا كنت تبقى لي سنة بس جاي من الكروم اه ومليش علاقة بالحاصل يعني فقالوله خلي ايمن يرجع للتدريب في النادي وممكن بكرة يجي الدرب عادي اه وانا حسيت ان انا عملت كده هيبقى منظري مش كويس انت حسيت بقى هيهاتة كرامة اه يعني خلاص احنا مجموعة كبيرة وممكن يكون اخطأنا اكيد اخطأنا على فكرة اكيد اكيد طيب احنا بنشر طبعا ناخدنا الرياضي الستاذ محمود صابري بنحييك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله على اللي احنا بنستضيفك وهنستضيفك معنا في حلقة انت هعندك تواريخ كتيرة جدا لازم نتكلم فيها سعيد